اشتركوا في القناة والصحة والسعادة ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة وأشهد جلالته في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على الأصعيدة كافة مؤكدا جلالته مواصلة العمل على تنمية وتعزيز هذه العلاقات الراسخة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يلبي ويحقق مصالح البلدين الشقيقين المشتركة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة